ثلاثة شهور مضت على انتخابات الحكم المحلي في ظل ظروف استثنائية تعصف بالبلديات ربما هي الأصعب فالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بالإضافة إلى آفة العنف والجريمة والوضاع الاقتصادية التي تعصف بالمواطنين وعدد من الصعوبات وضعت رؤساء السلطات المحلية أمام معضلة كبرى أول شيء لأجل الحرب طبعا زادت البطالة وهذا بيؤدي أن الناس عم تستصعب أن تدفع الضرائب الأرنونة وأكتر من هيك البطالة بتأدي أنه إحنا نعطي تخفضات كبيرة في الأرنونة وهذا يعني بيقلل عمليا من الدخل أو مدخلات البلدية مش بس أنه إحنا فيش عنا مدخلات كيف لازم إلا كمان في عنا مسببات أخرى وفي عنا يعني تقلصات أخرى اللي بتأدي أنه إحنا يعني صعب علينا نقوم إحنا بعملنا يعني إحنا فيه عندنا تقليص اللي هو في ميزانيات الهبة اللي بتعطيها الحكومة اللي بتعطيها وزارة الداخلية اللي بتعطيها الوزارة المالية وإحنا اليوم يعني وقفونا إياها كل آياتها يعني عمليا هذه الهبة اللي كانت تعملنا نوع من التوازن في الميزانية تاعتنا بدين يأخذونا إياها يعني أو في حين تعاني السلطات المحلية من التقليصات الحكومية إلا أنها تعاني أصلا من شحن في الميزانيات الممنوحة وعجز مالي قيد بعضا منها مما يحد السلطات المحلية من تقديم كافة الخدمات للمواطنين وتطوير مشاريع التطوير التقليصات الحكومية التي أتت في أعقاب الحرب المستمرة وهذه التقليصات تقليصات عرضية في الميزانيات ميزانيات التطوير والخطط الحكومية التي أتت لدعم المجتمع العربي مثل 5-5-0 وهذا أيضا يصعب العمل على البلديات وخاصة في ميزانيات التطوير فميزانيات التطوير أتت لإقامة المشاريع والبنى التحتية وعندما تكون هناك تقليصات هذا الأمر يصعب على أعمل البلديات التحديات موجودة وهذه التحديات تشكل صعوبات على التنمية والتطوير وعلى التربية والتعليم وعلى العمل الجماهيري التربية والتعليم والعمل الجماهيري هي صلب العمل البلدي يتخوف العديد من رؤساء السلطات المحلية والخبراء من انهيار منظومة الحكم المحلي إذا ما استمرت الحكومة بنهجها الإقصائي وسوء إدارة الأزمة المالية مما سيؤدي إلى تفاقم العنف والجريمة والفقر الذي يعاني منه أساساً معظم المواطنين العرب